السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درس جديد إذا كنتوا مرة تشاهدوا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو اللي يصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر تنبيهات ليصلكم كل يوم فيديو جديد بإذن الله البعض عندما يريد أن يكتب جملة إنجليزية يجد صعوبة في تكوين جملة إنجليزية أو إنشاء جملة إنجليزية إن كان حديثا أو كتابة ننتبه عند كتابة جملة إنجليزية أو قول جملة إنجليزية يجب أن ننتبه لهذه الملاحظة أي جملة إنجليزية لا تحتوي على فعل تكون جملة خاطئة ماذا يعني؟ تابع معي النهاية الفيديو لدينا الكثير من المعلومات المفيدة في تشكيل الجملة الإنجليزية يريد شخص أن يترجم هذه الجملة من العربية إلى إنجليزية أو يقول هذه الجملة سيارتي جديدة نعرف سيارة كار سيارتي يعني ملكيتي ماي كار إذن دائما نبدأ جملة ب كابيتال لتر حرف كبير ماي كار سيارتي مثل ماي نيم اسمي وهكذا ماي كار جديدة هو يعرف أن الجديد نيو طيب جديدة اختلط عليه الأمر؟ لا نفسها نيو يعني نيو جديد وجديدة يعني الصفة باللغة الإنجليزية تأتي مع المؤنث والمذكر مع الجمع ومع المفرد نفسها ما تغير إذن نيو جديد وجديدة ماي كار نيو يظن نفسه أنه خلاص كتب جملة صحيحة كل كلمة حولها إلى من العربية الإنجليزية وهذه الجملة جملة خاطئة لماذا يا استهد خاطئة؟ سيارتي ماي كار جديدة نيو نعم لكن أين الفعل؟ لا يوجد فعل عنده إذن الجملة خاطئة كما نعلم الجملة بالإنجليزي بالأول فاعل بعدين الفعل وتكملت الجملة هذه أساسية باللغة الإنجليزية ماي كار الفاعل تكملت الجملة نيو أين الفعل؟ عنده إذن الفعل بيكون فعل كون إذن إذا لم يكن هكذا فعل واضح في الجملة يكون الفعل فعل كون كيف يعني فعل واضح؟ مثل عندنا إيت درينك درايف سادي وهكذا إذا لم يوجد فعل عنده إذن يكون الفعل فعل كون يأم أم أو إز أو يكون عندنا آر لازم تكون الجملة تحب على فعل اللاحظ آي تأخذ آم إذن صار عندنا آم استخدمها فقط مع آي إز مع المفرد وآر مع الجمع وآم كما قلنا سابقا يكون إز يكون وآر أيضا يكون إذن نستخدم آم إز آر جميعهم بمعنى يكون لكن آم نستخدمها إذا كان في بداية الجملة آي فقط إذن صار تركيزنا على إز وآر إذا كان مفرد نستخدم إز إذا كان جمع آر اللاحظ ماي كار سيارتي عندي إذن نستخدم إز ماي كار إز نيو سيارتي تكون جديدة بهذه الحالة الجملة تكون صحيحة إذن انتبه الجملة التي لا تحوي على فعل تكون جملة خاطئة وإذا لم يكن هناك فعل واضح في الجملة عند إذن يكون الفعل فعل كون باللغة العربية مبتدأ وخبر إذن أنا خبرك عن سيارتي إذا قلت سيارتي طيب ماذا أوكي سيارتك سيارتي جديدة إذن خبر لكن باللغة الإنجليزية يجب أن نضع فعل كون ماي كار إز نيو إنها على الطاولة اللحظ إنها يعني تختلط على الأمر كيف إنها ماذا يظن يجب أن نستخدم ضمير بحالة الفاعل ما هي الضمار بحالة الفاعل عندنا إذا هاي الضمار بحالة الفاعل آي ما نستخدمها إنها مؤنث ويجمع يو أيضا المخاطب ذي للجمعة الغائب سفعدنا شي وإت إنها إذا نستخدم إت إت على on الطاولة the table إنها على الطاولة وهذه الجملة أيضا جملة خاطئة لماذا يا أستاذ كتبنا إنها يعني it على on the table كتبناها طيب وين الخطأ لا يوجد فعل في الجملة إذا لم يكن هاك فعل واضح في الجملة كما قلنا يجب أن نستخدم am is are مع it مفرد عند إذن نستخدم is هذه الجملة تكون صحيحة it is on the table إنها تكون على الطاولة إذا بهذا الحالة الجملة صحيحة أو نقصد بها هي على الطاولة إذا ممكن نستبدل ب it نقول she she is on the table لكن كل شخص يقول إنها ماذا يظن دائماً هذه الضمائر تأتي في بداية الجملة نحن أصدقاء يعرف نحن i أنا الجمع من i هو we يكتب we يعرف صديق friend أصدقاء يضع إسا الجمع friends we friends وهذا الجملة أيضاً جملة خاطئة كما نقل لماذا we نحن أصدقاء friends هذا خطأ يجب أن نضع فعل كون ما هو فعل كون مع we جمع إذا نستخدم are تصبح we are friends يعني نحن نكون أصدقاء إنهم سعدان ضمير بحالة الفاعل الغائب إذا نستخدم they ممكن يقول إنهم هو يعرف هم إنهم هي they إذن دائماً ضمير في بداية الجملة إذن أحد هذه الضمار كما قلنا دائماً يجب معرفة الضمار الأربع نواع من الضمار هذه بحالة الفاعل بحالة المفعول بحالة المكية وصفات المكية وصفات العكاسية يجب حفظهم بصم لأنهم الأساس في الكتابة والحديث إنهم they لاحظ سعداء happy they happy وهذا خطأ لماذا؟ يقول they إنهم سعداء إذن happy هذا خطأ لا يوجد فعل إذن يجب أن نستخدم فعل كون they are happy إنهم يكونوا سعداء إذن الجملة الإنجليزية يجب أن تحوي على فعل أنا جاء يكتب أنا I جاء hungry I hungry وهذا خطأ إذن يجب أن نضع فعل كون I am hungry أنا أكون جاء تسأل شخص ما ترجمت أنا يقول I ما ترجمت am يقول أنا هل أصلا يقول أنا أنا جاء إذن هذا خطأ am نترجمها يكون يعني أنا أكون جاء أنا متأخر أيضا I أنا متأخر late وهذا خطأ يجب أن نضع I am late أنا أكون متأخر طيب نحن متأخرين نعرف الجمعة من I هو we we late وهذا خطأ يجب أن نضع فعل كون we are late نحن نكون متأخرين إذن I am late we are late السيارات بيضاء نعرف سيارة car سيارات cars السيارات نضع then the cars بيضاء white لاحظ the cars white أيضا هذا خطأ أين الفعل؟ لا يوجد فعل واضح مثل يأكل يشرب ينام عنده إذن يكون فعل كون لاحظ car جمع إذن نستخدم فعل كون are the cars are white السيارات تكون بيضاء الأزهار غالية لاحظ flower زهرة flowers أزهار the flowers الأزهار غالية expensive هذا جملة خطأ أين الفعل؟ الفعل يجب أن يكون بهذا الحال فعل كون the flowers are expensive الأزهار تكون غالية I am hungry I am late we are late the cars are white the flowers are expensive إذن القاعدة هي يجب أن تحوي كل جملة إنجليزية على فعل الفعل يكون action حدث ممكن يأكل يشرب ينام يسافر يدرس وهكذا إذن إذا لم يكن هناك فعل واضح في الجملة عند إذن يكون الفعل am is are كما نعلم جميعها بمعنى يكون يعني am يكون is يكون are يكون ويجب أن نعلم آي نستخدم معها آم لدينا is مع المفرد وار مع الجمع إذن آم ما استخدم ما يكون قبلها آي فقط لكن is مع المفرد وار مع الجمع لدينا الضمار آي هي شي ات آي نستخدم معها آم هي شي ات إذ لدينا وي يو ذي نستخدم معها آر يعني وي آر يو آر ذي آر ودائما is مع المفرد وار مع الجمع وآم ما نستخدم ما يكون في داتة الجملة آي بهذا الشكل نهاينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية تشكيل جملة باللغة الإنجليزية ويجب أن تحوي الجملة الإنجليزية على فعل أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لاتنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجراس وضع لها كل فيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته